عشان ناخد رأي المتخصين زي ما اتكلمنا مع حضراتك احنا معنا دكتورة شيرين درديري استشارة صحة النفسية والاضطرابات السلوكية وطبعا هي منورانا في الاسودية عشان نتكلم معاها عن أولوياتنا في العام الجديد لكن ناخد رأيها برضو في البداية ايه رأي حضرتك في الانطباعات؟ صباح الخير الأول صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين وسنة سعيدة يا رب عليهم يا رب وعلينا كلنا هو الانطباع الأول بيدوم يعني فيه أشخاص بتختلف على حسب طريق التفكير لكن أنا شايف وجهة نظر برضو يمكن أنتم ما تترقتوش لها إن الشخص كل ما بيزيد بالعمر بيبقى ما عندوش استعداد إنه هو يعني لو أخد انطباع أول سلبي عن شخص بيبقى ما عندوش استعداد أو بال إنه هو يزيله فرص أكتر بطبيعة إنه هو سنه كبير وملوش خلق التجارب في أشخاص فهو بيجربه مرة اللي هي أول مرة لو شاف إنه هو أقل من مستوى توقعاته بيبتدي يحطه إلى حد ما في البلاكليست لكن لو بنتكلم عن مستوى أعمار أقل مثلا من 35 لأ ممكن إنه هو ما يبقاش الانطباع الأول هو الحكم الرئيسي على الشخص أو لغة الجسد يعني ولكن إنه هو يدي له فرصة واثنين وثلاثة علشان يستكشف شخصية الشخص اللي قدامه إذا ما كان فعلا شخص تكسج بالنسبة له أو سام شخصية سامة بالنسبة له أو شخصية لأ هو ممكن يستفيد بيها ويأنس بيها في حياته يعني ممكن السن يبقى هو العامل كمان طيب إحنا بنتكلم عن السنة الجديدة ودائما إنه بنقول إنه كل سنة بيبقى ليها أمنيات جديدة وأولويات جديدة وأهداف جديدة فبيبقى صعب شوية علينا إنه إحنا يمكن نحط أهداف للسنة دي ما بالك كمان بترتبها فإزاي رتب بقى أهدافي في بداية العام الجديد خليني أدي معلومة عامة على حسب إدراك مخنا إحنا كل العملية الإدراكية عندنا بتبدأ الكل في الجزء فخليني أتكلم أو ألخص إن حياة أي بني آدم على الأرض مقسمة إلى كام علاقة هم دول المحاول الأساسية لحياته يعني مثلا ألقته مع ربنا ودي في البداية ودي من الحاجة اللي يعني البنود اللي أنا هتكلم فيها دلوقتي هي البنود اللي لازم كل شخص يقيمها مع بداية سنة جديدة بصفة إن البداية الجديدة لسنة جديدة بتبقى ساعة صفر للبني آدم بيحاول يقيم فيها إنسانيته وجوده كإنسان أصلا العلاقات الأساسية اللي موجودة في حياتنا علاقتي بربنا أقيمها أشوف أنا محتاج أغير فيها إيه في السنة الجديدة أنا راضي عنها أو مش راضي في أخطاء عملتها السنة اللي فاتت أو لأ ومحتاج أغيرها إزاي علاقتي بأسرتي سواء أسرتي لو أنا متزوج أبنائي وزوجتي أو والدي والدتي وصلة الرحمة بتاعتي هل أنا مقصر فيها ولا محتاج أن أنا أزود اهتمامي شوية وفيه ثغرات حصلت السنة اللي فاتت محتاج أن أنا أحسنها علشان ده مجال مهم بيسبب استقرار والتزان نفسي للشخص داخلي طموحاتي في العمل إيه يعني إيه مدى الطموحات بتاعتي في العمل وتقييمي لعملي وهل أنا ممكن يعني أنا بحب البني آدم دايماً الطموح على فكرة اللي ممكن يبقى عايز يسعى إنه هو يعني عندنا مبدأ جميل قوي اللي هو اسمه التعلم المهد اللحد من المهد من ساعة ما أنا بتولد لغاية القبر يعني أوروبي الأوروبيين بيستخدموه إن الواحد طول ما هو عايش ما يبطلش يتعلم لأنه ممكن التعلم بتاعه ده يبتدي يدي له طموح أكبر أو يدي له إنجاز أعلى ويدي له دخل مادي أعلى يعيشه في رفاهية أكثر فلازم برضو أقيم مستوى العمل بتاعي هل أنا راضي عن عملي هل أنا محقق فيه إنجازات طب إيه الثغرات هل هو مش بيديني دخل مادي محقق لي رفاهية أو عندي تقصير في الجزء المادي ومش عاملي المستوى اللي أنا بطمح لي تكون في أسرتي وولادي فأنا لازم برضو التعلم مهم جدا والطموحات في العمل مهمة جدا جدا طيب عظيم الدكتورة إيه رأي حضرتك في الشباب إحنا طبعا إحنا خدناها من كوميك وحاجة دمها خفيف للأسف فإتواقع تسألي حد دلوقتي يقولون تناوي تحقق إيه في 2023 ويقولك عندي الخطط بتاعة 2017 و2015 في الدرج زي ما هي ما عملتش منها حاجة فهطلعها مرة تانية في الأول كان دمها خفيف لكن مع الوقت اكتشفنا إن دي حاجة بتسبب إحباط لناس كتيرة جدا حضرتك تقولي للناس دي إيه أقول للناس دي إن أنت طول ما أنت بتتنفس أنت عندك فرصة بتحقيق أهدافك وأقول للناس دي افتحوا كده موصولة جنس عن الناس اللي حققوا إنجازات عالية جدا وبقوا مشاهير بعد الخمسينات مثلا نحن نتكلم في درجة عمرة عالية أوي ممكن يكون موصلنا لهاش فلغاية ما أنت بتتنفس أنت عندك فرصة لإنجاز جديد فبلاش التفكير المحبط ده يعني ضده خالص وإن كان عندك أهداف عليها تراب وما تحققتش حطها تاني قدامك بس حطها يعني خليني أقول معلومة بحثية يعني في المجال إن أنا شايفة إن إحنا لازم نعمل قايمة مع بداية السنة الجديدة أنا شخصيا بسميها قايمة الأحلام لإني كل حاجة حوالينا لو بصينا عليها الكهرباء المايك كل اختراع حوالينا كان في يوم فكرة وحلم لشخص عالم وفضل ياخد خطوات وهو مش ضامن إن الحلم ده في الحقيقة ممكن يبقى حقيقة فبالمنطق ده كالوجيك يعني إحنا كمان ممكن أي حلم بالنسبة لنا يتحول بحقيقة بس الخطوات إيه بقى إن أنا أول حاجة أكتب أهدافي لأن أنا شايفة والأبحاث قالت إن كتابة الهدف بتستخدم فيه أعصابك وبتستخدم فيه بصرك فأنت يعني كتابته بالمعنى الحرفي ألم وورق آآآ إن روحك نفسها بتكتبه وعنيك شايفاه فبيدخل للعقل الباطن فبيتحفر جواه فكتبت الهدف بتحقق 50% من الهدف باقي 50% على تحقيق الهدف بتكون على أساس إيه؟ على أساس تسكين الخطوات اللي أنت عاملها لتحقيق الهدف ده في السلوكياتك اليومية خلال العمدة أنا عمتا بحب شخصيا يعني أكتب الحاجات اللي بحسها أي إن كانت سلبية إيجابية بكتبها من الحاجات خليني أقولها داك الحاجات اللي أنا بعملها بقالي سنين إني بكتب الحاجات دي وأرجع لنفسي أرجع بكتب أهدافي كمان وبرجع أشوفها بلاقي نفسي الحمد لله طبعا بفضل ربنا محقق حاجات كتيرة منها فأنا ما عرفش هل دا ليه علاقة بقانون الجذب أو الحاجات دي ولا إيه بس هو فعلا لما بكتب الحاجة حتى لو رجعت لها بعدها بسنة على فكرة ولسه بكتبها بس برجع لها بعدها وشوف أن أنا عملتها ساعات كتير مع الوقت والروتين بتفقدي الشغف للأسف فإزاي أرجع سواء بقى بتروح جيم سواء بتشتغل شغلنا أنت بتحبها سواء عندك نوع من أنواع الإبداع لما بيتحول لروتين أنت غزبا عنك بيبقى ممل شوية بتفقد شغفك لي إزاي أرجع أحمس نفسي مع سنة جديدة أقول يلا قومي اشتغلي أعملي انتجي إزاي أعمل كده أولا أنا هركز بس على نقطة أن الأهداف اللي أكتبها شرط أنها تكون إيجابية مش سلبية يعني الأمور السلبية يا ريت أنا ما حبش كتابة الأمور السلبية لا أنا أقصد أنه مشاعر السلبية مخرجها الحاجات اللي أنا محتاجة أن أعدلها عشان أذكر نفسي بي أنا أجلس فيها لو هنكتبها من الباب ده أوكي إنما الأهداف لو بنكتبها أهدافنا لازم تكون إيجابية إزاي أشحن طاقتي علشان شغفي للهدف اللي أنا محققتهوش أو لو أنا من سنين كان عندي الهدف ده وما تمش تحقيقه أشحن طاقتي بأن أنا أعيش في تحقيقه يعني أتخيل أن أنا حققته يعني لو أنا مثلا نفسي أبقى مدير الشركة على سبيل المثال بما أني أكيد نسبة من الشباب بيتفرجوا علينا أتخيل نفسي بكل التفاصيل يومي هيبقى عمل إزاي مكتبي عمل إزاي كل التفاصيل بتاعت ده المنصب اللي أنا عايز أبقى فيه أو الهدف اللي أنا عايز أحققه وطبعا إحنا بنتكلم في كده عن قانون علمي اسمه قانون الجذب بيقولك أن أنت لما بتتخيل حاجات معينة العقل الباطن لا يفرق بين الحقيقة والخيال فبالتالي أنت بتبعت إشارات كهرومانصية عقلك الباطن بيبعت إشارات وجهازك العصبي بيبعت إشارات كهرومانصية لكل حاجة في الكون تعلي احتمالية تحقيق الحاجات اللي أنت بتتوقعها بتتوقعها بيقين بيقين يعني أنا بتخيلها وبستشعرها كأنها بتحدث بالفعل فبالتالي إحساسي أن أنا بحقق حاجة ده بيخليني يعني علميا بنطبق بيه قانون الجذب أن أنا بعلي احتمالية حدوث الهدف ده ليا وكمان بيبتدي يصحي عندي مشاعر زي تحفيزية أن أنا أشوف إيه الخطوات اللي هعملها عشان أنفذ الهدف ده طيب دكتورة أنا دلوقتي حطيت أولوياتي ورتبتها وأهدافي للسنة الجديدة وفي بداية السنة حصل حاجة غيرت كل حاجة تماما أو ظهرت مهمة جديدة روحت مكان عامل جديد فيه حاجة تغيرت في الموضوع إزاي قدرت عامل مع الموضوع ده؟ مفيش مشكلة خالص هو خلينا نبقى كلنا عارفين أن إحنا في عالم متغير على فكرة يعني كل يوم ممكن يبقى عندنا فيه مفاجآت بس خلينا نقول أن فيه مفاجآت ساعات بتحصل لنا يعني كتير بالمناسبة يعني عشان أحص الناس على الإيجابية أكتر كثير ناس كده وكتير مننا بيبقى عنده مشاكل ويعضي حلها مثلا مش عارف لها حلول فتيجي أن أنت تركز في حاجات تانية تديك الطاقة إيجابية أو تحقق حاجات تانية فتلاقي خلال الوقت ظهرت لك مفاجآت المشكلة تحلت لوحدة بأي تغير حصل حواليك في المنظومة البيئية اللي أنت عايش فيها فبالتالي لو أنا حصل لازم أكون متقبل وجود تغيرات حواليك يكون مرد طبعا ومن صفات البني آدم الناجح أنه هو ما يفكرش يغير الحواليه هو يفكر يغير التفكير وهو إزاي يتكيف مع الحواليه عشان يحقق أهدف يعني ما تفكرش تغير الكون لا أنا مش هغير الكون أنا المفروض أتكيف مع المتغيرات اللي بتحصل علشان أحقق الأهداف بتاعتي اللي أنا حاططها إنما لو قعدت قاعد ساكت مش بسع ومستني إن الكون هيتغير عشان يحقق لي هدفي مش هتحقق طب يعني خليني أقول حضرتك على حاجة أنا شخصيا كتير قوي بحيث أن أنا عندي حك كتير قوي عندي زحم من الأهداف زحمة بزبط إزاي تفرقي بقى يعني مش هقولك بس إنك تحطي أولوية إزاي حتى ترايح دماغك على فكرة مضادة مرهق جدا نفسيا وعصبيا إنك تولي الوقت حاسة إن عليكي حاجات كتيرة جدا ومحتاجة تنجزي الحاجات دي كلها وهل أنت في وقت من الأوقات محتاجة إنه لو أنت بقى خلاص أنت حققتي حاجات كتيرة من أهدافك وفي خلال السنة لو أنا هحطها بارير زي ما بيقولوا أو على مدار السنة تقدري تقولي في وقت معين إنه أنا عايزة رايح هنا في الحتة دي بتعملي إيه؟ لا طبعا هو لازم الشخص عشان أنا كتير بقعد مع ناس وبيجولي ودايما بيبقوا مناصب بنقول عليه أنا دماغي مش بتسكت حتى ناس تقولي إيه؟ أنا حتى وانا نايم دماغي مش بتسكت فبالتالي بيتحول ده لأعراض نفس عضوية ومنها الأرق وقلة النوم وإنه هو مش بيستمتع بالحاجات اللي حواليه خلص ودي طبعا يعني التراب من الاترابات النفسية طب نعالج القصة دي إزاي إنه إحنا لازم نفصل من وقت للتاني دي حاجة لازم نحقق إيه الأهداف اللي أنا شايف نفسي إن هي هجيب لي سعادة أكتر أو إن أنا هدي بيها عطاء أكتر لأعرب الناس لي فده بالتالي هيعمل لي سلام نفسي وهحط الأهداف دي بالأولويات يعني أرقمهم وكل هدف أنجزه أشطب عليه والشطب ده على فكرة يعني أنا بحث الناس إنه لما تشطب على الهدف تبتدي تشطب عليه جامد عشان تحسن هي تعبت وهي بتحققه فتفرغ أي ألم نفسي حصله خلال رحلة تحقيق هذا الهدف تفرغه في الحبر اللي بيشطب على الهدف نجاح على فكرة حساس بالنجاح ده وسيلة من تفريغ الطاقة السلبية على فكرة خليني أتكلم عن تقنيات نفسية نقدر نعمل بيها تفريغ نفسي عندنا تمارين زي تمارين النفس في علم النفس عندنا التأمل مهم جدا 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 لأن التأمل الميديتاشن يعني بيفصلك عن كل حاجة حواليك الأوفر تنكر أو اللي بيفكر كتير بيعرف يتأمل لازم يتضرب هي دي طبعا محتاجة حلقة عشان أنا أشرح للناس الميديتاشن ممكن يعملوا لنفسهم ازاي يعني وده طبعا أو إنهما يعني يروح لحد متخصص زينا نفهمه التقنية يعني فيه طبعا داكاتر بيعملوا بس أنا بفضل يعني أنا من الناس اللي بحب أعلم الناس يعني ما حبش أجيب له السمك أعلمه إزاي يصطد عين فسهل برضو إن أنا أتعلم إزاي أعمل ميديتاشن وإن أنا أدرب أدرب جهازي العصبي على إنهما إنهما يعمل سكوت في وقت عشان أبتدي أريد شارج أشحن تاني طقتي وأشحن روحي إن أنا أكمل تحقيق وأكمل سعي عظيم إحنا أكلمنا على يمكن سكيل أكبر شوية اللي هي أهدافك في السنة طب في اليوم هل ينفع في حاجة يسمعها فن إقدارة الوقت يعني ينفع خطة اليوم بتاعي يقوله أنا الساعة كذا هعمل كذا هل في ناس تقدر تعمل دا؟ خليني أقول إنه لازم في اليوم بقى يبقى إحنا بنخصص حاجة قصيرة الأجل بنقول عليها ورقة عمل يعني أنا لازم من المساء كده يكون جنبي نوتا دايما على الكماط بتاعي أكون كاتب أنا بكرة هعمل فيه إيه ويكتب على فكرة بالإيد إن أنا هنجس كذا وكذا وكذا خليني أقول إن أنا بفضل إن دا يتعمل في التوقيت اللي هو قبل النوم مباشرة لإن الوقت اللي قبل النوم بعشر دقايق بنقول عليه العقل بيكون في حالة اسمها ألفة والوقت دا لو أنا بكتب أهداف إيجابية أنا عايزة أحققها تاني يوم دا بحث على فكرة عمل كيف أحقق أهدافي من خلال وقت النوم فإحنا قبل النوم في الوقت ألفة إحنا العشر دقايق اللي قبل النوم العقل فيهم بيبقى في حالة اسمها ألفة أي أهداف في التوقيت دا أو حاجات أنا بفكر فيها بيبتزي تدخل الأفكار دي للعقل الباطن والعقل الباطن يفضل مخزنها تبتدي طول الليل العقل الباطني بعمل زي مخرج يحقق لك الأهداف اللي انت كتبتها وفكرت فيها في وقت ألفة دا في صورة حلم عظيم وبعدين تصحى الصبح يشحن لك السبع بوينتس فور انرجي اللي موجودين في جسمك ببوزيتف انرجي تحفزك بأن انت عندك باورة عالي جدا لإنجاز الأهداف اللي انت اخترتها دا يخلينا نقول نحن ما ينفعش نسيب حيات إنه كده ماشي بالبركة لازم كل حاجة تكون مخططة ومدروسة سواء اليوم أو حتى السنة لازم يكون عندنا أهدافنا وإحنا في بداية السنة ونحطين أهدافنا ونسعى لي تحقيقها خلال العام بنشكر حقيقة شكرا جزيلا شرفتين ونورتينا دكتورة شيرين درديدي استشارة الصحة النفسية والاضطرابات السلوكية شكرا جزيلا نفهم